اشتركوا في القناة بعد أن وضع الأصول يقول آزر هو المقابل السرياني لأثار وهو باللغة الأكادية السامية في بلاد ما بين النهرين نفسه وتارح وينتهي الإشكال كيف انتقل من آزر إلى آثر إلى تارح وينتهي الإشكال أنا لحقيقة لم أفهم هذه العبارة البتة آزر آثر هذه ليست الزا هذه الثا سيتبللنا بعد قليل ثتا وهي باللغة الأكادية السامية تارح كيف قفز من آثر إلى تارح حقيقة لم أفهم ولا شيء من هذه الجملة الحقيقة الحال هي أن هناك إشكال ترح قديما أصله أن اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزر كما في سورة أنعام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ فواضح من هذا النص أن والد إبراهيم اسمه آزر وفي الحديث الذي رواه البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قاتارة وغبرة فواضح جدا أن والد إبراهيم هو آزر الإشكال الذي ترح هنا هو أنه في سفر التكوين اسم والد إبراهيم هو تارح اسمه كما سنكتبه الآن اسمه دعونا ننتق إلى الكيبورد العبري اسمه اسمه تارح الذي هو هكذا اسمه تارح طيب وجد عدد من المفسرين إشكال في هذا الأمر فقالوا كيف نجمع بين الأمرين فريق قال آزر هو اسمه صنم وفريق آخر قال بل آزر هو سب وعيب معنى معوج وفريق آخر قال لوالد إبراهيم اسمين الحقيقة المسلمون فيغلا عن ذلك لا يوجد بنهان تاريخ يدعون إلى تصديق الطورات حتى لتأول صريح القرآن ولذلك من أفضل ما قيل في هذا الأمر قول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال وهو يعلق على أقوال المفسرين هذه الأقوال وغيرها مما ذهب إليه بعض المفسرين لا تستند إلى دليل وأقوال النسبين لا ثقة بها وما في الكتب السالفة ليس حجة على القرآن فهو الحجة وهو المهيم على غيره من الكتب والصحيح أن آزر هو الاسم العلم لأبي إبراهيم كما صمناه الله في كتابه طيب هنا من أين جاءت الإشكالية التي طرحها لؤي شريف هذه العبارة آثر في الحقيقة هذه شبهة لو علم لؤي شريف ومن ينقلون مثل هذه الشبهة عن نصارى حقيقتها لما وجد في نفسه حاجة إلى أن يتأول هذه التأولات البعيدة في الحقيقة أصل القصة وأصل الشبهة هذه الشبهة الباطلة التي تقول إنها اسم وارد إبراهيم وهو آثر بالسريانية ولذلك هو يوافق آزر وهناك من قال القرآن أخطأ إذ نقل اسم آثر كما عند إيسوبيوس نقاله آزر مع اختلاف الحروف سأريكم الأمر بصورة أوضح هذا كتاب آرثر جافري The Foreign Vocabulary of the Quran وهو يشرح الإشكالية التي طرحت في قضية آدم في قضية آزر يقول يقول هنا الحل الذي وجده الأوروبيون والذي يعني صاروا عليه في تفسير وجود كلمة آزر في القرآن مقابل تارح في الطورات هي ما ذهب إليه ماراتشي ماراتشي هذا مستشرق إيطالي ما تقف في سنة 1700 وله ترجمة اللاتيني للقرآن يقول ماراتشي في هذا الكتاب يقول صفحة 90 يقول إن التلمود أو إن يسوبيوس المهم يسوبيوس المؤرخ النصراني الشهير الذي عاش في قن الرابع قد نقل في أحد كتبه اسم آزر على هذا الشكل وهو آثار بي هذه الثتة اليونانية آثار 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 هذه تحولت لأن القرآن أخطأ في قراءتها فأخذ هذا الخطأ عن يسوبيوس بدل أن يأخذ ثارح أخذ هذا الخطأ ووضعه في القرآن فتحولت إلى آزر من آثار إلى آزر وهذا خطأ قرآني لأن القرآن يعتمد على نسخ فاسدة وترجمات فاسدة هذا هو سبب هذه شبهة المنتشرة في الغرب يقول لنا إذن يقول آثار جافري وأن هذا التأويل قد تكرر مرات وكرره سيل المترجم القرآن الإنجليزي ويكرره المعلقون من طائفة الأحمدية هؤلاء القاديانيين وغيره ثم ماذا يضيف يقول ماذا يقول في الحقيقة مرات في الحقيقة أخطأ قراءة ما كتبه يسابيس المؤرخ الذي لم يستعمل آثر أبدا الذي لم يستعمل آثر فأصل الشبهة وهنا ينقل عن تاريخ الكنيسة ينقل هذا النص هنا ويقول إن النص في أصله يقول آتار آتار هذه حرف التا حرف التا وليس حرف الثيتة حرف التا وليس حرف الثاء فأصل الشبهة قضية القرآن أخطأ فنقل آثر وهي في أصلها تارح والقرآن المستشرق والآن يقع في حبائلها لؤي الشريف وكما قلت لكم القرآن في غنى عن هذه التأولات الشبهة فاسدة والقرآن حجة على التوراة والقول إنه هو باللغة الأكادية السامية تارح أكادية إيش نحن لا نعرف لا نصدق التوراة أصلا حتى ننسب هذا الاسم إلى هؤلاء فعلى كل حال مجموع هذه الجملة تأويل لا يستقيم يعتمد على شبهة فاسدة والقرآن في غنى عن ذلك آذر هو المذكور في القرآن والتوراة لا اعتبار لها في باب تأصيل القضايا التاريخية والحديث عن آذر هنا حديث فاسد لأنها شبهة قائمة على سوء قراءة مراتي لناس المؤرخ السابيوس